حسان أبو قاعود رئيس قسم الإنتاج النباتي والوقاية أستاذ دكتور في تخصص أكثر النباتات بالأنسجة قسم الإنتاج النباتي والوقاية من الأقسام الأولى في كولية الزراعة يشمل على 140 ساعة معتمدة يدرسها الطالب بنجاح منها 18 ساعة مطلبات الجامعة 110 ساعات إجبارية و12 ساعة اختيارية في السنة الأولى والثانية يدرس الطالب أساسيات في الإنتاج النباتي والوقاية منها على سبيل المثال علم النباتي العام مبادئ الإنتاج النباتي زراعة فلسطين علم التربة مبادئ علم الوراثة الأحياء الدقيقة إلى آخره ثم بعد ذلك ينتقل إلى مساقات أكثر تخصص كإنتاج الخضروات إنتاج إجار الفاكهة أكثر نباتات والمشاتل الحشرات الاقتصادية أمراض النبات ثم بعدها يدرس مساقات تعلق بتحسين النباتات كتربية بتحسين النبات الهندسة الوراثية وعلاقتها في تحسين النباتات وزيادة الإنتاج في السنة الأخيرة يدرس الطالب مساقات التدريبات العملية ومشروع التخرج الخطة الدراسية هذه خطة اعتمدت في العام الماضي وتم إدراج بعض المساقات المرتبطة بسوق العمل هناك أربع مساقات يدرسها الطالب بالمشاركة مع القطاع الخاص بحيث أنه يشرف القطاع الخاص على تدريسها وتقييم الطلبة ويقضي الطالب جزء من المساق في هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بحيث يتعرف على سوق العمل يتحسس المشاكل الزراعية ويدرسها ويحاول إيجاد حلول ضمن مشروع التخرج الذي يطبقه في الخطة الدراسية أيضا يشمل خمس ساعات معتمدة التي هي التدرب في مكان العمل إضافة إلى التدريبات العملية تدريبات العملية جزء منها في مزارعات الكلية يشمل على الزراعة المحمية الزراعة المكشوفة تقليم الأتجار برامج الرش ووقاية النباتات من الأمراض المختلفة هناك أيضا زيارات لكثير من المساقات زيارات عملية لمحطات زراعية حقول زراعية دوائر الزراعة لتعرف أكثر على القطاع الزراعي في فلسطين